الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مأكاف أعلن عن العقوبات الخاصة بالأندية لشركة في دور نصف النهائي في بطولتين دولة أبطال أفريقيا والكونفيدرالي الأفريقية والعقوبات بالتأكيد على المصري البورسعيدي بعد التعدي على حكم المباراة يقاف السنائي فريد شوقي ومحمد عبدالعطيف جريندو أربع مباريات بالإضافة لغرامة عشر تلاف دولار على كل لاعب بسبب الأسلوب الغير لائق مع طاقم الحكام مباراة ناهدة بركان إقاف مجدي تراوي مدارب المصري لمدة أربع مباريات وغرامة عشر تلاف دولار لكيومه بدافع أحد عناصر أمن الملعب وسوق السلوك إقاف محمود جابن المدير الإداري لمدة ستة أشهر وتغريمه عشر تلاف دولار بسبب أسلوب غير لائق مع طاقم الحكام بصراحة كان موقف غلط بكل المقاييس للمصري ركز معي بقى شوف دي معي نهاردة بكيف عاقب الوداد المغربي بغرامة تلاف دولار بسبب قيام الجماهير برامي الزجاجات بالملعب بمباراة الشباب بوليزداد الجزائري غرامة عشر تلاف دولار لإقتحام الملعب وعدم الالتزام بالإجراءات الأمنية كمان غرامة ده فريق بقى الرجاء غرامة 44 ألف دولار بسبب سوق سلوك جماهير وإلقاء بعض المكسوبات واستخدام الألعاب النالية بمباراة الأهلي وتغريم الشركة المسؤولة عن تنظيم المباراة عشرين ألف دولار اللي فشلها في توفير تدابير أمنية اللازمة يعني الأمور مش مستتبهة طيب نكمل العقوات أهل ترابلوس الليبي غرامة عشر تلاف دولار للسماح للجمهور بدخول الملعب دولا موافقة كاف غرامة 8 تلاف دولار بسبب سوق سلوك جماهير وإستخدام الألعاب النالية كمان الاتحاد الليبي نالوا من الحب جانب في هذه العقوبات الكثيرة من الكاف إقاف محمود عبودة رئيس نادي الاتحاد الليبي لمدة ستة أشهر عن ممارسة أي نشاط تتعلق بالكاف وغرامة مالية عشر تلاف دولار بسبب سوق سلوك وإساءة سمعة الاتحاد الأفريكي بعد حديثه عن طاقب حكام المباراة بأسلوب غير لائك أما نادي وفاق ستيف فغرامة 24 ألف دولار بسبب استخدام جماهير والألعاب النالية بمباراة الترجي التونسي أما نادي الترجي التونسي فوقع عليه الكاف غرامة 8000 دولار بسبب استخدام جماهيرو للألعاب النالية بمباراة وفاق ستيف نادي بركان المغربي مثل ومثل الأندية المغربية سواء الرجاء أو الوداد نالوا من الحب جانب غرامة 16 ألف دولار بسبب استخدام جماهيرو للألعاب النالية والليزر في مباراة المصري مش الوضع يعني بس بس هقولك حاجة عشان أبقى أمين معيك والله بكل أمانة المباراة في المغرب بتتأمن بشكل كويس المباراة في المغرب والجميع المغربية بتستقبل الفرق والمنتخبات المصرية بشكل كويس وعشان يبقى كلامنا محدد وواضح زعلنا الفترة اللي فاتت كان زعل من الكاف زعل من الكاف المغرب قدمت ملف فازت بيه استضافة المباراة وعمت اللي هي عايزة يعني طلبت وخدت اللي هي عايزة فهي ما عنداش مشكلة الفكرة في الليد ده للمغرب الملف فهو الكاف انه المغرب كان ممكن تستطيعه في المباراة طبعا لو كانش عندها طرف من الأطراف موجودة في المباراة النهائية ونفس الأمر لو تفتكروا من أول يوم قلت لكم أنا أرفض ان المباراة تقوم في الكاهرة وارفض انها تقوم في المغرب ولا كده ولا كده قدم طرف مصري وطرف مغربي يبقى المفروض في أرض محايدة ألف بيه يعني بس خلاص عشان ما نعيدش الكلام ونادي الأهلي أصدر بيانه مبارح وقال انه يلعب في أي مكان واحنا وصقين في النادي الأهلي وعارفين النادي الأهلي في أي مكان على الأرض يقدر يكسب بمجهود لعبيه بأداء الجهاز الفني بإدارة حكيمة كل التوفيق لنادي الأهلي